وبالتالي هل هذه الحيوانات وهذه الحشرات وهذه الطيور يعني عندها تكاليف خاصة اه عندها تكاليف خاصة ايه رأي حضرتك يعني ايه يعني لما بيجي لها بيجي لها اوامر من الله ايوة بيجي لها اوامر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا بيجي لها اوامر من الله ازاي اقول لحضرتك مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول فقال لها وللأرض اطيا طوعا أو كرها قالت أتينا إيه طائعين بص لحظ الآية عملت إيه قالت أتينا طائعين فبنت فاكر سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض أثقى لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث مين اللي تحدث الأرض نفسيها الأرض اللي حتتكلم وتقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له فده دليل على إيه ده دليل على أنه هناك تسخير التسخير دو لا يقدر المخلوق على الخروج من هذه المنظومة التسخيرية التسخيرية لذلك بيقول وإن من شيء إلا يسبحه بحمده وإنت يمكن أرد في القرآن ربنا بيقول في كتاب العزيز في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبقى الغراب ده ماله مبعوث طب مين اللي مبعوث من مين يا فندم مبعوث من الله يبقى الغراب مبعوث من الله هذه أول بعثة شهدتها البشرية في بداية الخليق فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف يواري سوءات أخيه يبقى الغراب كان مبعوث ولا لا كان مبعوث النحل مصير مصير ولا لا أيوة النحل مصير تمام يعني النحل كان مصخر وعنده رسالة أيوة النحل كان مصير وعنده رسالة ربنا بيقول في كتابه العزيز وأوحى ربك إلى النحل لاحظ الطير اللي في سورة الفيل المولى سبحانه وتعالى قال عنهم إيه قال وأرسل عليهم طيرا يبقى الطير كان مرسل والنحل كان موحى إليه والغراب كان مبعوثا مما يدل على إيه هذا ما سنراه بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله ابقوا معكم